بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة تطبيقات المواد النانومترية في استطوح فائقة القره للماء يعني يعني ايه يعني انا لو انا في الشتاء ولا بس ويتر السويتر ده لازم يكون يعني ايه ووتر بروف يعني مادة كرهة للماء يعني او لما تيجي عليه نقطة المطر ما تتبلتش ويمصها الهدوم اللي انا لابساها لازم نقطة المطر دي لما تنزل تتكور كده وتنزل تقع لوحدها هتديك مثال تعمله انت في البيت بس لما اشتغل في المحاضرة شوية هتديك مثال بسيط جدا تقدر ان انت تعمله في البيت وتعرف ازاي ان نقطة المية بتتكور وتنزل طيب دي من التطبيقات بتاعتي كتطبيقات في مواد كرهة للماء كانت تابعة مين كانت تابعة الفانكشن سيرفس في المحاضرة الاولانية انا قلت من تطبيقات النانوماتيريال از انرتي كيميكالي اديتفز بضيف لها مواد غير نشطة كيميائيا كانت من ضمن التطبيقات بتاعتها اللي هي الفانكشنال تيرفس يعني اعمل توظيف للسطوح بتاعتي بحيث انها تكون كرهة للماء وابسط حاجة السويتر بتاعي اللي بلبسه في المطر طيب بص معي كده الراجل ده اه عملنا كده عليه بشوية سبغة صمر فعمل كده لكن الراجل اللي جنبه لابس ووتر بروف فبالتالي ما 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 تسخش زي اللي جنبه تمام تعال بص هنا دي دي سبغة زرقة حطيت عليها منديل كلينيكس اتبلت كده لكن لو هي ووتر بروف ماتيريال هتنقط خفيف كده طيب هنا هنا دي اتبلت بالمنظر ده انما النقطة دي اتكورت والمنسوجات او الجزء من النسيج ده ما توسخش معايا ولو نطرت الكرة الخضرة دي هتنزل معايا لانها ووتر بروف ماتيريال يعني ايه يعني كرهة للماء بنسميها سوبر ووتر بروف كمان لانها كرهة للماء بطريقة كبيرة جدا طيب دي طبعا ابسط حاجة لنا الملابس اللي هي بتبقى مضادة للاتساخ او اي جسم معدني بيبقى ضد التبلل او بنسميه قماش ضد التبلل او المواد البنى اللي هي بتبقى ضد التبلل بمعنى لو انا مثلا عندي مشكلة حيطة في البيت بتيجي عليها رطوبة الرطوبة دي بتدمر الحيطة مع الوقت بتبتيدي انها تتدمر فيتقع طيب انا اعمل ايه ادهن الحيطة دي بووتر بروف ماتيريال ودي التكنولوجيا الجديدة ان بيتهنوا المطابق والحمامات والادوار الارضية بالزاد في المنازل وغصات المنازل اللي بتبقى على بحر اللي بيبقى فيها مشكلة بيدهنوها بمواد ووتر بروف ماتيريال علشان ما توصلهاش المياه طيب يعني ايه ووتر بروف قلنا يعني شديدة المقاومة للمياه كلها قرهها للمياه ده بيعني ايه يعني ان هي ما تلتصقش بيها المياه تيحصل ضحرجة لقطرات المياه من على سطحها وبالتالي اقدر ان انا اعرف انها تقدر تغلي في الملوسات اللي موجودة على سطح الملابس بتاعتي وتتضحرج وتوقع كرهها للمياه مش بس كده بيثبت المقربات او الكائنات الحالة ممكن تكون موجودة على سطح المياه طيب ايه هي خواص السطوح الكرهة للمياه دي خواصها اول حاجة انها سيلفي كلينج يعني ايه يعني بتعمل تنظيف ذاتي لنفسها لو عليها بكتيريا او فطريات بتبتدي تنزل لوحدها انتي ايسينج مدادة للتجمد انتي فوجينج مدادة للضباب تمام زي مين زي سطح العربية لو انا جيت الازاز بتاع اسطح العربيات وجيت الازاز ده رحت مغطيها بمادة نانو ماتيريال يمنع لي تكون الضباب باستمرار فاقدر ان تكون الرؤية واضحة بالنسبة انتي ويتينج يعني مدادة للتبلل انتي فولينج يعني مدادة للميكروبات سواء كانت فطرية او فيروسية او بكتيريا تمام؟ طاني هاجي بقى اديكم مثال ايه السبب في ان حصلت لنا الفكرة دي او ليه احنا اخترنا الفكرة دي في عندنا محاكاة حيوية اسمها بايو ميكينج لورقة الخص او اوراق الاشجار او ورقة اللوتس ده الالهام او المحاكاة الحيوية اللي جات لنا منها الفكرة ورقة الخص دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سطح السطح ده عليه مجموعة من الشعيرات الشعيرات بالمنظر ده كده اللي بتساعد على امتصاص الماء وتغذيتها ومجموعة بنسميها مجموعة من الحليمات الحليمات دي بتبقى موجودة على سطح الخاص بالمنظر ده مغطاة برؤوس شمعية يعني انا لو جيت للحليمات اللي على سطح الخاص دي وخدت لها صورة كده وكبرتها هلاقيها على شكل الكوبب شكل الكوبب زي ما انت شايف كده طب انا خدت صورة ليها اكبر دي الصورة الاكبر ليها كبرتها فلاقيت ان سطح الخاص ده عبارة عن مجموعة من الحليمات الحليمات دي لو انا كبرت جزء منها كده هلاقي السطح خشن جدا ايه السبب في خشونة السطح ده السبب ده هو ربنا خلقها كده علشان تبقى ووتر بروف ماتيريال يعني ايه يعني قطرة النادى لما تنزل عليها تتضحرج وتنزل تمنعهاش من انها تعمل عملية تمثيل ضوئي واني وصلها الضوء وتقوم بانتاج الاكسوجين تمام فده السبب في اننا وصلنا لاننا نعمل ووتر بروف ماتيريال او مواد مضادة للماء طيب ده وجيت ابص على صورة الميجر الالكتروني ده وخدت صورة حلمة ولا حلمتين هنا وكبرتهم هنا الاقي السطح ده خشن مش بس خشن ده السطح ده في حوالي يعني لو جيت ابص كده حوالي 4 و 40 من 10 مايكرون ده 3 و 8 من 10 مايكرون الرنج بتاعي او اللي سكيل بتاعي اللي على الصورة زي ما اتفقنا دايما حوالي 10 مايكرون طيب الطبقة الشمعية اللي موجودة على سطح الحليمات دي ربنا خليها انها في حدود 1 نانوميتر هي مخلوقة كده طبعتها كده دي مادة نانومترية طبقة الشمعية قطرها او سمكتها او السمك بتاعها حوالي 1 نانوميتر اللي موجودة على سطح الخاص طيب ايه وظيفة الطبقة الشمعية ديه وظيفة الطبقة الشمعية انها ما تخليش قطرات الندى او الحليمات ديه تتكون عليها قطرات الندى بطبقة عالية تمام طبقة الشمعي اللي تكونت ديه تحجزها او تمنعها من انها تعمل عملية التمثيل الضوء طيب بما ان السطح خشن ايه وظيفة السطح الخشن ده ليه هو خشن ليه ربنا خالق سطح ورقة الخاص خشنة ليه قال ليه لان الخشن دي بتقلل التوتر السطحي وبالتالي تمنع التبلل كل ما تقل التفاعل السطحي مع المية او تقل زاوية التوتر السطحي بتاعها او تقل طاقة السطح بتاعتها تعني ان القطرات المية بتاعتي تتضحرج وتنزل بسرعة وبالتالي يحصل عدم تبلل للسطح طيب ايه بقى ايه اللي انا هعمله انا عملت محكاة حيوية لي انا دلوقتي كمثال ربنا خالقوه وهو ورقة الخاص اني يا مغطاة بتمقة شمعية في حدود النانوميتر يفيدني ايه انا ده بقى يفيدني انا لو انا جيت مثلا لو انا جيت بصيت هنا النانوماتيريال اللي هي ايه اللي هي سوبر هيدرو فوبستي يعني مش بس كرها للمية ده عالية جدا في القره للمية طيب اديك مثال مثال لي مين بقى احنا اتفعنا اننا هنقلل طاقة التوتر السطحي هنقلل السيرفس تينشان بتاعها او السيرفس انرجي الى اقل ما يمكن خلينا اعرف ان السيرفس انرجي او السيرفس تينشان ده بيتقاس بالمليجول لكل متر تكعيد متر تربيع تمام او بالمتر نيوتن لكل متر طب خليني بس في المثال الاهم لو انا جيت ابص التوتر السطحي للمية هنا جدول بيوضح درجة الحرارة وازاي السيرفس تينشان بتاع المية بيتغير عند درجة حرارة عشرة كان السيرفس تينشان اربعة وسبعين عند خمسة وعشرين السيرفس تينشان قل او التوتر السطحي قل اصبح اتنين وسبعين لما جيت عند خمسين بقى سبعة وستين وهكذا كل ما نزل في درجة الحرارة كل ما زيد في درجة الحرارة يحصل ايه العكس في التوتر السطح يقل التوتر السطح تمام طيب خلينا نشتغل عند درجة حرارة الغرفة اللي هي خمسة وعشرين توتر السطحي للمية اربعة اتنين وسبعين فخلينا فاكرين بص القيمة دي علشان ايه وانا بشر تمام لو انا جيت ابص هنا دي مجموعة من المعادن السيرفس تينشان بتاعها لو انا جيت ابص للنحاس حوالي الف مية وثلاثة الالمونيوم مش عارفة 840 كل دي سطوح المعادن لها هاي سيرفس انيرجي طيب لها توتر سطحي عالي جدا فلانها لها توتر سطحي عالي جدا ايه اللي يحصل لها لما تكون قيمتها اعلى من قيمة التوتر السطحي للمية يبقى تبلل السطح بتاعي تمام يبقى تبلل السطح بتاعي يبقى اذا الطاقة بتاعتي كلما كانت اعلى من المية كلما تبلل السطح طب لو كانت اقل من المية ما تبللش سطح الملابس بتاعتي او الهدوم بتاعتي او اي سطح انا محتاجه يكون ووتر بروف ما تري طيب لو انا جيت ابص هنا دي مجموعة من البوليمرات لو جيت ابص على السطح بتاعتها معروف للعالم كله ان البوليمرات كرهة للمية مور هيدروفوبك يبقى اذا المثل هيدروفوبك هيدروفيلك بتحب مين بتحب المية اما السطوح بتاع البوليمرات بتكون كرهة للمية ليه لاني لو جيت ابص التوتر السطح للمية 72 طب تعال ابص هنا هبص هلاقي النيلون حوالي 46 ال اي بي اس حوالي 42 الاكريليك 38 يبقى اذا دي مواد كرهة للمية كرهة يعني هيدروفوبك يعني اقدر اصنع منها الملابس اللي هي ووتر بروف ما تري انا ما مقدرش اصنعها من معادل زي الكبر زي الالمونيوم زي الزينك وهكذا تمام دي اللي المفروض اكون عارفه ايه الفرق طيب لو جيت ابص هنا مجموعة من السويل زي الاسانول والمية والاسايل اسيتيت لو جيت ابص للتوتر السطحي بتاعهم هلا ايه 23 24 20 كلهم ايه اقل من المية طيب بما ان السيرف اس تنشان اقل من السيرف اس تنشان بتاع المية التوتر السطحي بتاعهم اقل من التوتر السطحي للمية بالتالي تبقى هيدروفيليك ولا هيدروفوبك لازم تبقى هيدروفوبك تمام طيب بس هدول دكتورة العكس يعني لقيت انونا بس انا بان اهimi مايروك حتى ممكن بياخد رطوبة منيحة ليش هو اصلا هو اصلا مسبل مع المية الميسي بيلتي غير الميسي بيلتي لو سامحت الميسي بيلتي او الامتزاق بتاعه غير خاصيته كبوتر بروك متيري تمام خاصيته خالص كانه بيمنع المية بمعنى خلينا بص هنا كده يمكن دي تفهموها أحسن دي كارتونة بيض عارفين كده طبق البيض وحطيت عليه كورة وخليتها تتضحرك عليه ده شكل الحليمات اللي موجودة في ورقة الخص وده شكل البيضة بتاعتنا وهي بتتضحرك كده على طبق البيض تمام إيه اللي هيحصل هتتضحرك وتتكور وتخرج صح طيب نقول مثال احنا نعمله في البيض عارفين الريموت كنترول بتاع التلفزيون لو اي واحد فيكو عنده ريموت كنترول بايز يجيب لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح اللي هي السيليكون دي ويحرقها على البوتاجاس هتتدي له بطرة بيضة تمام هات شوية البطرة البيضة دي ده مثال بسيط جدا وروح دايم بها ايدك خلاص وحط شوية مية على ايدك شوف وضع قطرة المية اللي انت حطيتها على ايدك بقى شكلها عامل ازاي واسمع منكم الرد المرة الجاي تمام طيب دا سطح علي نقطة من المية ولو مماس اذا كان الممس دا زاوية الممس دي اقل من تسعين درجة يبقى المادة دي هيدروفلك يعني بتحب المية يعني هتبلل السطح تمام طيب اذا كان السطح بتاع الممس عامل زاوية اكبر من تسعين درجة خلاص يبقى السطح بتاعي دا كاره للمية يعني ايه يعني هيدروفوبيت طيب واذا كان الممس عند تسعين درجة بالزبط يبقى حالة وسط ما بين الاتنين لهو هيدروفلك ولا هو هيدروفوبيت وفي الحالة دي ممكن اقولي ان الايسانول يقدر يتحط في الحتة دي تمام او الميسانول او الكحولات اللي بيحصل معاها امتزاج في المية بتمشي كده وبتمشي كده طيب خلينا نوضح اكبر لو انا جيت هنا ابص على شكل الحليمات في الشكل دا كده خلاص واشوف هنا الشكل واشوف برضو هنا الشكل ده شكل اللوتس اللوتس اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو شكل طبقة البيت او الحليمات اللي موجودة زي طبقة البيت او المثال الطبيعي اللي ربنا خلقه اللي هي ورقة الخاص او ورق الاشجار عمتها طيب لو جيت انا بص هنا على الزاوية هنا تمام هنا بقى الزاوية كبيرة خارج دا عدت المية وخمسين درجة شايف الزاوية عاملة ازاي زاوية القطرة هنا عاملة ازاي فبالتالي دي اصبحت سوبر هيدروفوبك ماتيريال يعني ايه سوبر هيدروفوبك يعني مادة فائقة القره للماء كرها المية بطريقة يعني مفيش ما بتستحملش ان المية تقف عليها ومثال اللي انا قلت لحضرتك عليه لو انت جبت ريموت كنترول عندك في البيت وحرقته وحولت البودرة على عين البوتاجاز كده ودهنت بي ايديك جرب تدهن ايدك الشمال وتحط عليها مية ويدك اليمين ما تكونش مدهونة وشوف فرق قطرات المية على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال وقولولي الفرق المرة الجاي تمام ده ابسط مثال تقدر ان انت تعمله في البيت عشان تشوف المواد اللي هي الوطر بروف ما تدهنة طيب انا عندي ثلاث طرق بقى اقدر ان انا احضر بيهم السوبر هيدروفوبك يبقى لازم اكون عارق ان المواد عشان تبقى مواد كرها للمية لازم تكون عليها سطحة او اشكال من الحليمات بالمنظر ده او اللي منسميها بازبيز او بروز بتختلف زاوية التمس بتاعتي باختلاف شكل البروز او شكل الحليمات دي كلما زادت الزاوية بتاعتي عشان تصبح اكتر من 150 يبقى المادة دي سوبر هيدروفوبك يبقى المادة دي بتطرد اي مية تيجي عليها تمام طيب احضر ازاي بقى قال لي والله عشان تحضري في عندك ثلاث طرق اول حاجة اول طريقة فيهم انا اتكلمتي عليها قبل كده اللي هي الصول جيل متيريا ازاي ان انا اعمل طريقة الصول جيل والسيليكا بصراحة هي من احسن المواد اللي بتعتبر كووتر بروف متيريا عشان كده الريموت كنترول اللي عندك في البيت اللي هي الزراير بتاعته دي دي بتتكون من سيليكا عشان بس تبقى عارف انها مكونة من سيليكا طيب ايه اللي بيحصل بقى الصول جيل متيريال قال لي اول حاجة لازم يكون عندك سطح ايه هو السطح اللي هتتعاملي معاه قال لي اول حاجة ليكون معدن ليكون خشب بود ليكون ازاز جلاس ليكون سيراميك وخلينا متفقين ان المواد السيراميك بتبقى كاسيد او كاربيدات او نيتريدات تمام دي المواد السيراميك المفروض ان انتو خدتوها في الفيزيو تمام اندي فابريكس يعني مواد من المصنعة بنسميها احنا عندنا في مصر الفابريكا مواد زي الفايبر تمام بنسميها فابريكا بيقولك ايه غطي سطح الترابيزة بفابريكا فابريكا يعني مضادة للمية عشان خشب ما يبوز تمام طيب انانو كوتينج اغطيها بايه قال لي والله يغطيها بسيليكا السيليكا دي متاحة عند كل الناس ابسط حاجة بتاع الرموت كنترول عندنا لما يبوز نحرق وناخد شوية السيليكا نجيب قد شروز وناخد منهم شوية سيليكا تمام فالسيليكا متاحة نجيب شوية رمل ونحضر منهم سيليكا دي مش قصة طيب ايه تاني قال والله مركبات السيليكا مع البوليمرات زي مين زي الكايتوزان وانا اتكلمت على الكايتوزان قبل كده قلتلكم ان انا بنحضره من اش الجنباي في وجود بوليمر اختصاره بي اف او تي ام اس اللي هو بير فلورو تراي ميسايل سايلوكسيل مش عايزة طبعا اتطرق لي الرموز لانكم طبعا لسه ما دخلتوش في التحضيرات طيب ايه تاني بوليمر زي البولي ميسايل ميساكرايلات مع المياه تمام ده كله ووتر بروف ما تليه طيب تاني طريقة قال لي انك تعملي كيميكال او فيزيكال اتشينج يعني ايه اتشينج؟ يعني ناقش تنقشي او تحفوري السطح بتاعي اما تحفوريه وتنقش عليه ناقش كيميائي يا اما تحفوريه وتنقش عليه ناقش فيزيائي طب ازاي يعني ايه انقشه؟ يعني افحفر فيه بمعنى شعيرات القطنة عن متن القطنة بتاعنا بيحب الميا جدا حط أي قطنة في المياه هتبلي في ساعة طب أنا عايز أحول القطنة ده أو قمشة القطنة أو النانوسيلولوز اللي عندي ده يبقى كاره للمياه أحوله ازاي لو أنا جبت القطنة ده ونقعته في محلول سوديوم هيدروكسايد هدو باللجنين اللي في السيلولوز وهيبقى عندي السيلولوز السيلولوز اللي موجود ده لو حملت على شوية سيلكة هيتحول على طول لقمشة ره للمياه تمام؟ زي ده كده لو أنا جبت خيوط زي دي كده وبدأت أنقش عليها من القطن وبدأت أنقش عليها بالسيلكة هبصة لقاءها أصبحت مادة ووتر بروك ما تريد طيب ده النقش الكيميائي إنك ضفتي مادة كيميائية فخليتي السطح هايلي راف سيرفس يعني إيه؟ يعني سطح خاشن جدا ليه خاشن؟ عشان يا جماعة احنا رايحين لورقة الخاصة المحاكاة الحيوية أو الإلهام اللي ربينا الدهن في المادة النانومترية دي إنها تكون كرهة للمياه هي ورقة الخاص ورقة الخاص اللي مغطاة بطبقة شمعية اللي بتخلينها تبقى وطر بروك ما تريد فتمنع قطرات النادة إنها تترسب عليها فتخلي ورقة الخاص تقوم بعملها وتقوم بعملية البناء الضوئي وتنتج غازل أكسوجي وإلا لو كان المية فضلت على سطحها وترسبت على سطحها وعملت طبقة هتعزلها عن الشمس فبالتالي مش هتقوم بوظيفة التمثيل الضوئي بتاعتها فاحنا بدأنا نعمل ناخد نفس الطريقة إننا نقاشنا عملنا حليمات أو نقاشنا نقوش وحفر على سطح مين على سطح السليلوس فعملنا نقوش عليه ونقاشناه كيميائيا بإننا غطنا الطبقة من السليك طب نقاشناه فيزيائيا إزاي قال لي هننقوشه فيزياء بإننا أصلت عليه شوعة لازر أصلت عليه شوعة بلازمة يبتدي يعمل لي فيه حفر تمام موجود الحفر أو النقوش دي تخليه يقوم بوظيفته كووتر بروف ما تريد تمام؟ أستكمل يا جماعة لحد كده مفهوم مفهوم بشو شوعة البلازمة دكتورة؟ أنا هاخد الطريقة دي في التحضيرات يعني مش عايزين نستعجل أنا برضو فيه طرق التحضيرات هقولها قدامكم هاخدها برضو بالتفصيل تمام؟ تمام دكتور يبقى هنا أول حاجة خدنا طريقة النقاش الكيميائي طب طريقة النقاش الفيزيائي قلنا إيه؟ نستقص الجزء بالليزر أقصف العينة بشوعة من الليزر فبالتالي أروح جاية عاملة جزء عليها أستقص الأجزاء وأعمل حفر عليها فتقوم بنفس الوظيف طب إيه تاني؟ طريقة الدبنج طريقة الغمر أو الغطس دب جاية من دبنج اللي هو الغطس تمام؟ طيب عملية الغطس دي بتتم إزاي؟ قال لي والله تجيبي السطح بتاعك وتروحي غمسها في محلول نانومتري بسرعة وشيلاك تغطسيه وتشيليه بسرعة لازم تكوني متحكمة في السرعة اللي بتغطسيه فيها علشان ما يتشبعشي إلى درجة تخليه يقفل يعمل بلوكينج للسطح لأ أنا عايزة لما أغمسه أغمسه بسرعة معينة وأسحبه بسرعة معينة فأقدر إن أنا أتحكم في العملية بتاعتي بمعنى قال لي لو أنت جيتي هنا بص كده دوت بوليمر مع السيليكا مع الريزن وراح جاي غمسه في المحلول وراح شايله فأصبح هو كان هنا فلتر بيبر تمام وبعد كده بعد أما غمسه خرج بالمنظر ده يعني الحبيبات بتاعته دي لو أنا جيت كبرتها وبصت على شكلها هنا بعد أما تغمست في البوليمر والسيليكا اتغلفت مجرد إن غلافها ده أصبحت ووتر بروف ماتيريا طب فيه طرق تانية آه إذا كنا خدنا النقش سواء فيزيائي أو كيميائي وخدنا الدبنج اللي هو الغطس وخدنا الطريقة الأولانية اللي هي السولجيل اللي هي معروفة أو شائعة اللي معظمنا بيستخدمها في المعامل لا ده فيه طرق تانية كتير فيه طريقة أول حاجة إن أنا أعمل عملية ترسيب كهرابي أعمل عملية ترزز إن أنا أعمل زي سبريينج كده ترزز أعمل طرق بالطرد المركزي عملية طرد مركزي هشتغل على أنبوبة زي أنبوبة تحضير الكاربون نانو تيوب ودي طريقة اللي هي إيه الكيميكال بيبوزيشن اللي أنا شرحتها قبل كده أعمل اطلاق بالطرد المركزي أو بالليسو جرافيا هاخد طبعا الطرق دي بالتفصيل دي أنا كنت إيه تطرقت لها بسرعة كده في المحاضرة الأولانية ولكن هتكلم على كل الطرق دي بالتفصيل طيب يا تارى المادة اللي أنا هطليها دي هقدر أتحكم في سنكها هقدر أتحكم في درجة حرارة اللازمة للتصنيع بتاعها هخليها إيه كوفرندلي يعني هخليها صديقة للبيئة ساعات كده لما نروح أي مولاد كبيرة ونشتري شنط ونشتري حاجات فيها يدينا شنط كده تلاقي عليها ورقة خضرة من بره ومكتوب عليها صديقة للبيئة يعني إيه كوفرندلي يعني إيه صديقة للبيئة يعني الشنطة دي بعد ما تتقطع منك وتتريمي في البيئة بتتحل الأوتوماتيك ما بتسيبش أي رواسب في البيئة وتقعد لفترة طويلة إحنا عارفين طبعاً اللي الأزازة البلاستيكية بتاع الماء والكلام ده لما بتقعد فترة طويلة بتفضل زي ما هي كانت البلاد المتقدمة تستوردها مننا وتعيد تدورها معادش الكلام ده ودي بتشكل مشكلة كبيرة في الوطن العربي كله تمام؟ طيب هي إيه كوفرندلي يعني صديقة للبيئة ولا هي هتتقول لي مواد دي سمه الحالة الصحية بتاعتها إيه أقصد حالتها إيه حالتها هتموت وتدفن وهتقعد بعد زمن طويل ولا هتتحلم هل إن أنا أقدر أنتجها بقدرة إنتاجية عالية؟ طيب لو أنا نتجتها بقدرة إنتاجية عالية هتاخد وقت قد إيه؟ تمام؟ طيب الطلاق بتاعها هيبقى منتظم ولا غير منتظم هتقوم بأداءها اللي أنا مصنعها بيه ولا لأ فكل دي طبعاً يعتبر من الحاجات اللي أنا بصّلها سواء كانت أدفانتجيس كمميزات أو ديس أدفانتجيس أو عيوب لها تمام؟ طيب خلينا أبص على الجدول ده ده جدول بيقول لي إن أنا محضر شوية مواد المواد دي تعتبر سوبر هيدروفيبوت يعني مواد دي كارها للمية جداً تمام؟ بيستخدمها في التكستايل اندستري في صناعة الملابس ويعمل سيلف كلينج تنظف نفسها يعمل ملابس أنتي بكتيريال يعمل ملابس فلتريشن تعمل فلتريشن من برين زي الفلتر اللي بنستخدمه عندنا في البيت يكون عليه غشاء من برين ما تتكونش عليه مجموعة من الطفليات ولا المايكروبات طيب بيعمل كوتنج بيستخدمها في الكوتنج اندستري زي صناعة الانتي بكتيريال كوتنج يغل في أسطح المستشفات بحاجة تكون انتي بكتيريال يغل في أسطح المستشفات بحاجة تكون مضادة للفطريات تمام؟ عشان انتشار العدوى يعمل أسطح سيلفي كلينينج يعني تعمل تنظيف ذاتي بنفسها تنظف نفسها بنفسها باستمرار ما يحتاجش العمالة كل شوية يتعقم واتطهر يخلي السطح هو مش عايز يبقى فيه عدوى في البيت مش عايز بكتيريا مش عايز ميكروبات أعمل إيه؟ أجيب دهانات مضادة للبكتيريا دهانات مضادة للفطريات تمام؟ في نفس الوقت مش أي دهانات مش معنى ان الدهان قدينه فاخسله بالمية فيقع لا أنا عايزه يعني مهما نخسله أو أعط عليه مواد تنظيف فحصله لش حاجة عايزه كمان هو منه لنفسه ينضف نفسه مش عايز أنا أعطعب نفسي وأنا أتضفه تمام؟ فدي طبعا ده ريفيو كان منشور في سنة 2019 في الجدول ده أو مجموعة الأبليكيشن دي طيب إيه اللي أنا عايزه في المستقبل؟ اللي أنا عايزه من المادة كووتر بروف ماتيريال أولا أنا عايز أول حاجة تكون السوبر هايدر وفيه بالكووتنج بتاعتي دي ما تكلفنيش ما تكونش مكلفة اقتصاديا مش عايز أدفع عايز حاجة تكون في متناول إيه دي حاجة تكون برميها في استعملها زي ما أنا كنت بقول لك دلوقتي النانوسيليكا تمام؟ مش بس كده السطوح دي هستفيد منها بإيه؟ بعدين هستفيد منها إيه مدى الاستفادة منها؟ يا طرح هتقدر تعمل تنظيف ذاتي فعلا لنفسها؟ يا طرح هقدر أعمل سطحي زي ظروف كورونا واللي حصل فيها وظهور الفيروس الجديد بتاع إيرس ده هيبقى عندي حاجة مضادة ليه؟ يا طرح هيبقى فيه دي طبعا حاجات في المستقبل إحنا مش عارفينها غير لما بنجربها بنعمل الحاجة نفسها ونجربها ونشوفها هتشتغل أولا تمام؟ ودي طبعا المرحلة دي هتعيشوها أنتوا قوي لما تيجوا إن شاء الله بإذن الله في التحضيرات بتاعكم تبتدوا تحضروا وتشوفوا المادة بتمشي معاكم في التطبيق اللي أنتوا عايزينه ولا لا؟ طيب مثال بقى مثال الهايدروفوبك كوتنج ده من بقى الجرافين حبيب الملايين الجرافين ده بقى يعتبر اللي بينافس العرش بتاع السيليكون عند فين مواد السيليكون أو السيليكا الجرافين ده هو بقى بينافس على عرش السيليكا أي خلي السيليكا تمشي وهو اللي هيجي مكانها طبعا الجرافين ده بقى خلينا أقول مقدمة عنه كده جرافين ده عبارة عن مجموعة من الطبقات قد تكون طبقة واحدة أو كذا طبقة فوق بقى طب مين الأب بتاعه؟ الأب بتاعه عارفين القلم الرصاص بتاعنا اللي بنستخدمه القلم الرصاص ده اللي فيه ده اسمه جرافيت أو السنون القلم الرصاص اسمها جرافيت أو جرافايت خلينا نمثلها جرافايت خلينا نفتحها عشان نقدر نمثلها عن الجرافيت تمام؟ الجرافيت ده هو الأب الروحي للجرافين الجرافيت ده طبقاته في حدود فوق 3000 طبقة طيب أنا عايزة أفصل منه طبقة طبقتين، ثلاثة، أربعة وياخد الشكل السداسي فيها للكربون الشكل السداسي للكربون ده مختص من مين؟ من الأب الروحي اللي هو مين؟ الجرافيت طب الجرافيت ده شكله عامل إزاي؟ بص معي هنا ده عبارة عن طبقات مترصة فوق بعدها ده الجرافيت دي صورة للجرافيت بيبين لشكل الطبقات ده اللي ما بين الطبقة والتانية تلاتة وتلاتين من مية نانوميتر ده بيوري لنا شكل الطبقات هنا عاملة إزاي؟ تمام؟ ده طبعاً الحجر أو وجوده في الطبيعة زي ما بيكون موجود ماشي؟ طيب الجرافين بيبقى موجود في التو دايمينشن يعني في الإكس والوار حاجة كده بشوفها بعيني على السطر طيب الجرافين ده هيبقى أقوى من الماس هيبقى أقوى من الماس وهلاقي خواصه مختلفة جداً اختلاف كل وجزء إيه عن الماس طيب لو أنا جيت بصيت هنا ده الجرافيت دي طبقات الجرافيت اللي موجود في القلم الرصاص نستهتر إحنا قوي بالقلم الرصاص نقول معقول آه ده تركيب الجرافيت عبارة عن مجموعة من الطبقات اللي موجودة في القلم الرصاص الجرافيت ده عدد طبقاته فوق الثلاث تلاف أزيد من ثلاث تلاف طبقة تمام؟ طيب لو كان بيتكون من طبقة واحدة هيتكون جرافيت طب طبقتين وارضوا جرافيت إذن الجرافيت معايا من أول طبقة لغاية إيه؟ عشر طبقات أنا شغال جرافيت كل اللي حضروا جرافيت وعلى فكرة للتشالنج بتاعنا إن إحنا مش عارفين نحضر جرافين سينجل لير طبقة واحدة دايما يتحضر مجموعة من الطبقات تمام؟ طيب طب النانو بليتلت يعني إيه؟ يعني صفايح من الجرافين الصفايح دي بيبع عددها من حداشر إلى تلات تلاف تمام كده؟ يبقى إذن أنا عشان أعرف الاستراكشر بتاعي من الجرافين اللي هو مهزوز له العالم ده كله والناس العلمين بتوع جامعة منشستر خدوا فيه جائزة نوبل خدوا جائزة نوبل على إيه؟ على إنهم عرفوا يفصلوا الجرافيت ده لطبقات الطبقة الأولانية بتاعتهم متتكون من طبقة واحدة يبقى جرافيت طب طبقتين يبقى جرافيت والغاية عشرة هو جرافيت طب لو زاد بقى من حداشر لما فوق وده اللي بتدينا البصمة ليه حاجة اسمها رامن بصمة رامن هاخدها برضو بالتفصيل بس بعدين بتبين لي عدد الطبقات دي بصمة رامن زي بصمة جسم الإنسان بالظبط بصمتي غير بصمتها غير بصمة زميلك هو برضو ده الرامن ده بيديني بصمة الجرافين هنا هي بصمة من طبقة واحدة ولا بصمة من طبقتين ولا بصمة من عشر طبقات وهكذا طيب ايه اللي مخلينا احنا بقى منهمكين كده بالجرافين ده ما له بقى الحاجة جرافين ده قال لك اول حاجة له قدرة على نقل الالكترونات عالية جدا نشوف بقى تكملت طريقة التحضير بتاعتي انا دلوقتي جبت انشرت الخشف وبعد ما جبت انشرت الخشف بالطريقة دي كده عملت طريقة همر وحضرت الجرافين اوكسايد طيب بعد ما حضرت الجرافين اوكسايد انا عايزة اخليه جرافين بس اعمل ايه اروح جاي مسخانه عند 800 درجة اخبط مين السي او والاو اتش والسي او اتش اخليهم مش موجودين دي ابسط طريقة الناس بتوع اللي شغالين في المعامل الاغذية اللي بتعمل عملية تعطيم بيفضل يشتغل على الاوتوكليف يشتغل في الاوتوكليف المعقم بتاعه عند 180 درجة ويمرر غاز هيدروجين عند 40 بار لمدة ساعتين طيب لو انا شغال راجل بتاع كيميا حيوي باشتغل بالمايكرو ارجانيزمس اجيب بكتيريا زي الشرشيا قولاي واشتغل بيها وبالتالي تحولهولي الى جرافية طيب ان ايه تعني طريقة الالكترو كيميكا الريدكشن باستخدام خلية تمام من واحد لاثنين فولف طيب لو انا راجل بتاع فوتو استخدم شغال ليزر او استخدم فوتو كتاليس تمام كده لحد هنا النقطة دي مفهومة انقل عليك جديد بالنسبة لي ما انتبهت والنقطة الاخيرة ما انتبهت عليها لانه هلق لحتك ايجا الصوت تمام بص حضرتك احنا مش احنا هنا حضرنا واقفنا لغاية انما حضرنا الجرافين تمام نعم نعم طيب بعد انما حضرنا ده طبعا باختلاف بقى الطرق اي طريقة ولكن انا بفضل الطريقة الكيميائية زي ما قلت عشان متاع عندي في المعمل المواد دي نعم تمام طيب اعمل ايه بقى علشان اخليه كجرافين اوكسايد كده اخليه بقى جرافين بس يعني انا جبت الجرافيت دلوقت انشرت الخشب دي وحاولتها الجرافيت الكاربون اللي هو الجرافيت ما انا مش هقعد اجيبه الاملوس اصا قسر فحاولتها الجرافيت الجرافيت ده عملت له هامر اوكسيديشن فتحول لجرافين اوكسايد لا انا عايزة جرافين بس مش عايزة جرافين اوكسايد اعمل ايه علشان احوله الى جرافين بس ايا كان الجرافين فيه دفهات او فيه عيوب موجودة فيه او ان الشبكة البلورية بتاعته مش متصلة بس الى حد معاه كمية الاكسيجين بتاعته بتبقى اقل من الجرافين اوكسايد هعمل ايه قال لي والله محتاجة يا طريقة كيميائية باستخدام لزي الهيدرازين منوهيدريل طبعا غالي شوي زي الكحول الايسانول والميسانول زي مركبات السوديوم زي السوديوم سالفيد او السوديوم سالفايد زي الاسكوربك اسيد زي الشاي الاخضر الجرين تيل تمام طيب انا بقى بحضره ازاي انا بجيب الجرافين اوكسايد ده ها واروح جايه مدخله الفرن عند 800 درجة لمدة ساعتين يروح متحول لجرافين واضمن انه هو تحول لجرافين طيب الراجل بتاع ما عامل للاغذية اللي عنده اوتوكليف بيعمل ايه ياخده ويحط الجرافين اوكسايد ده عند 180 درجة وعند 40 بار يحضر الجرافين طيب الراجل بتاع المايكروارجانيزمس اللي شغل في علم الفطريات او البايوكيميستري عمتا يستخدم بكتريا الاشرشياء كولات طيب بتاع الالكترو كيميكال اللي شغالك شغل الالكترو اللي هم بتاع الالكترو كيميستري عمتا يقول لك ايه انا هكوم بطارية واجيب بطارية من واحد الاثنين فولت واعمل خلية واعمل عملية ريداكشن في الخلية واحط قطبين طيب بتاع الفوتو بتاع الضوء يقول ان هاشتخدم شعاع ليزر او شعاع بلازمة او شعاع لامب تيوفي واعمل له ريداكشن انا كصفاء الطريقة اللي انا استخدمتها استخدمت الطريقة السيرمال ليه بحطه في قلب بوتكة واحطه في الفرن واسيبه يسخن ساعتين عند 800 وبقاجي تاني يوم افتع عليه بقى ضمنت ان هو اتحول ورايحتي دماغي تمام عرفنا دلوقت معاش السؤال فضل هلا بالجرافين اكسايد ازا اللاحظت انه في فراغات هون تمام ايوه اه وقت انت عمي داكشن تمام هالفراغات هي بتروح بتروح بتل المنزل الاخيرة اللي لأ هي فراغات من البداية فبحطي فراغات ما عملتش باصمة رامن ليه صراحة لان باصمة رامن عندنا في ماصر غالية فانا ما عملتلوش باصمة رامن اشتغلت عليه زي ما هو كتا بس السؤال اذا كان فيه فراغات هاي الموجودة وعملت له ريداكشن هاي الفراغات بتروح وحتضل فراغات بكل الأحوال لا بتضل بس يعني اللي هي حاجة بسيطة طبعا مش زي يعني انا بفترض ان هو طلع كده عارف بقى مين اللي وضحت لي لما عملت حاجة اسمها اكس ار دي اللي هي الاكس راي الاكس راي دي لو المركب كريستالين والكريستالينة بتاعته عالية يعني ممتازم فعلا تلاقي البيكس بتاعته زال مصطرة مصطرة مرسومة انما لو هو يعني نص ونص تلاقيهم ايه عاملة زي النشاز كده وده بحث من الابحاث بتاعتي لو انا لقيته دلوقتي هورهولك فعلا كان واضح في الاول ان هو نشاز وبعد كده لما عملت له عملية الكريستالينة دي في السرمال عند تمنمية طلعت فعلا البيكس كأنها مرسومة مصطرة مصطرة فعلا هصورها لك ان شاء الله بإذن الله بعد المحاضر فعلا تشوف فرق البيكس هنا عن البيكس هنا لا مختلفة تماما طلعت مصطرة فددني امل شوية ليه لان عندنا هنا التحليل دي غالية فانا بحاول اثبت الاستراكشر بتاعي وفي نفس الوقت وانا بثبته هثبت البنية البلورية بتاعتي بطريقة بسيطة وفي نفس الوقت مش عايز تدفع قوي يعني الاكس راي مثلا بعمله بمتين جنيه بصمة رامان عندنا بألف ونص عليك متخيل الفرق في السعر ودي بتثبت ودي بتثبت صعيح مش بتثبت قوي مين بقى اللي عايز يخش في الحتة دي؟ الراجل بتاع الفيزياء اللي عايز توصليها كهربية فاهمني؟ هو اللي تهمه الحتة دي قوي ليه؟ عايز تكون الشبكة متصلة وحركة الالكترونات متصلة فيبقى ضامن ان الشيك بتاعه المصنعه موصل جيد للحرارة وموصل جيد للكهرباء انا ما تفرقش معاي انا واخدفت قطبيق تاني بس اثبتتلك بنوعا ما انه هو فيه كريستالينيتي وفيه فعلا البيكس منتظمة جنب بعضه تمام؟ انت كبتاع مثلا صيدلة يهمك ايه في الستركشر بتاعه اثبت له انه ده جرافين بالإكس آر دي واثبت له انه هو اتخذ ابليكيشن خد دوا معين عمل انتقال لأدواء عمل انتقال لنوع من الدرج تمام؟ وهكذا طب بتاعي الاخذية يفيدوا في ايه؟ يفيدوا مثلا لو خدوا مواد انتي فونجاي او انتي بكتيريال وغطى بيه مجموعة من الاخذية طيب تبح تاني يوم يا تارى كونت بكتيريا طب النهاردة لما سابها كونت كم نوع وتاني يوم لما غطاها بالجرافين او الجرافين اوكسايد حجزت كم نوع النهاردة كانوا 99 نوع بكرة بقوا ثلاث انواع بس في امت قصدي؟ يبقى كل واحد بيوظف المادة اللي بيصنعها هو عايزها في ايه؟ طب انا كسفا قصتا في ايه؟ انا بقى خدتها ورحت حط عليها نانوسيليكا ورحت جاي فردها كده على فيلم واسبت ان الفيلم دوتر بروب ماتيريال تمام؟ وانا صنعت لكم اهو حاجة من البيئة في نفس الوقت الـ H2O4 والـ H3PO4 متاع عندنا ما كلفنيش شراء غير الكائم منه هو فور بس هي اللي اشتريت تمام؟ ورحت فردها على فيلم كده من الزجاج مع الجام بمضة اسمها عشان ما يلزقش على الإزاز ورحت عاملة فيلم الفيلم ده يا جماعة ووتر بروب ماتيريال مادة قبلة للنحنة بتنحني وتروح وتيجي بتتكرمش في ايدك زي الورقة وتتفرد تمام؟ مش وظيفتي بقى ان انا اروح اعمل لك به ضوب لا وظيفة المصنع اللي ياخده يوظفه الشركة اللي هتاخده تنتجه تمام؟ شركة سوزوكي بتعمل اطارات السيارات من مجموعة من البوليمرات من الرابر شركة سوزوكي مثلا معروفة بانها بتعمل اطارات السيارات دي من زمن الزمن شركة تيوتا نفس الحكاية بس هل المنتجات اللي بتستخدمها تيوتا زي المنتجات اللي بتستخدمها سوزوكي هي دي المادة الرو ماتيريال بتاعتها زي الرو ماتيريال مختلفة طبعا مش وظيفتي انا ان انا اروح اعمل اطار العربية وظيفتي ان انا اصنع لك المادة وانت اخدها وظف فيم تقصدي؟ ويمكن انا شرحت ده في الاول لما كنت بتكلم عن الالوان ازاي ان فيه مواد نانومترية ملونة وبتلون عندي الاسطح ممكن استخدمها في صناعة الدهنات الملونة الون كذا لون وانتج لون مختلف وهكذا تمام؟ دي طرق انت وظف في الحتة اللي انت عايزة انا عايزة في الاغذية اوظفها في الاغذية وانا استنتج اشوفها تعمل ايه والناس اللي قابلي عملوا ايه وانا كمل اوظفها في الادوية انا هعمل ايه واللي انا هعمله ممكن تكون الفكرة جات لك وجات لحد قابلك تمام؟ زي انا مثلا لما خدت الجرافين ده وحطيته على السيليكة معلش يعني الناس كلها مستخدمة في معالجة المية طب انا استخدمته في تاني خالص اه معمول بس انا استخدمته في حتة تانية ده الجديد بقى ده النوفالتي اللي بتفرق عنك عن زميلة تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيقصل عندي في طريقة المايكرو كيميكال في لوديجي المايكرو كيميكال دي بتقولي ان انت عندك شرايح من الجرافين اوكسايد اللي موجودة عندك عايزة تنتجيها عايزة تنتجيها ازاي؟ قل لي اول حاجة انك تعملي انا مبلجاش للطريقة لان الطريقة اولا مكلفة اه الجهاز زي ما انتم شايفين كده لازم يكون عندك الجهاز اللي هو الفلوديزر سيستم ده علشان تقدر تصنع عليه بالطريقة دي ولكن انا هشرحها للعلم تبقى عارف ان فيه طريقة في استخدام المايكرو فلوديزر ايه هي الطريقة؟ قال لي اول حاجة يكون عندي مصدر للجرافيت والجرافيت ده يكون فيه مية دايب في مية من عشرين لمية ميلي جرام تمام؟ ويكون عندي حاجة تعمل ديسبيرجان يعني ايه تعمل ديسبيرجان؟ يعني سيرفاكتانت يفك الجزيئات عن بعضه السيرفاكتانت اللي مستخدمه هنا اسمه السي دي سي اختصار ليه السوديوم ديوكسي كوليت بس فيه السي دي اس اللي هو السوديوم دوديسايلت سالفيت السوديوم دوديسايلت سالفيت بديل ليه ومتاع عندنا في مصر ومتوفر جدا ورخيص كله منه بتاع 300 جنيه يعني مش مكلف تمام؟ لازم يكون عنده ضغط الضغط ده في حدود من عشر لتلاتين كيلو بسكار في نفس الوقت اللي هو بيعادل كان بيعادل من 700 ل200 بار ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على طبقات الجرافيت طب ايه تاني؟ قال لي لازم يكون الدسبرشن بتاعك اللي انت بالطباية عليه اللي موجود عندي عشان يعمل عملية تأشير او جزو فيليشن لطبقات الجرافيت عشان يحضر الجرافين بتاعي يكون قابل للتدوير يعني اقدر ادوره من عشرين لمية مر تمام؟ طيب بنديف بوليمر ايه هو البوليمر المتاح عندنا؟ البوليمر المتاح عندنا كاربوكسي ميسايل سيليلوز طبعا مكلفة وفلوس بتتدفع ويكون عندك مصدر لسوديوم سولت كبايو بوليمر عندك موجود عشان يمنع طبعا تجاون البكتيريا أثناء التصنيع فالعملية بتبقى مكلفة اقتصادية فيعني انا بعرف كل العلم ولكن ما بحبش الطرق اللي بتخليني ادفع ببص للناحية الاقتصادية قوي تمام؟ وبيبتدي يمرر ده كله وعلى رول بيبتدي يلف الرول طول ما الرول بيلف بتبتدي تتكون عليه عملية تكون زرات الكربون تبتدي طول ما الرول بيلف تترس زرات الكربون مكان الرول ده كان عندنا صفحة مين صفحة النحاس اللي كان بتترس عليها زرات الكربون لا هنا بتترس على الرول بتاعي ده كمان عايزة اوضح حاجة برضو عارفين انتو التفلون عارفين خام التفلون اللي هو بيستخدموه لو مصورة بتصرب بحنافية مية يقول لك غطيها بتفلون عارفين التفلون ده ايه؟ نعرفه يا فترة هاي خيوطه هاي جترين يا فترة هذا المخص مع الحنافية ايوان التفلون ده سوبر ووتر بروف ماتيريا تمام؟ مين بقى صاحبنا ده صاحبنا ده يبقى اسمه ده هاو اللي هو الترفيلات يعني ها اوريكو اسمه هنا في المحاضرة عشان تبقوا عارفينه بس البوليمر اللي هو اللي اسمه التفلون تبقوا عارفينه هو مين في دول اوضح الاشارة فيه اهو بي تي اف اي ده التفلون يا جماعة تيرفيلات تيرفيلات ده لو بصيت هنا كده للتوتر السطحي بتاعه وطاقت السطح بتاعته 18 قال لي بكتير من المية عشان كده بيستخدم هو سوبر هيدروفوبك ماتيريا ليه؟ لان التوتر طاقت السطح بتاعته في حدود 18 ده كده اللي هو التفلون المستخدم عندنا دي من ضمن التطبيقات طبعا المستخدمة في صناعة المواد السوبر ووتر بروف ماتيريا بحاول طبعا اجيب حاجات من الحياة العمية بتاعتنا عشان تقدر تشوفه لو انا جيت ابص هنا دي كده مجموعة من الشعيرات المنتجة بطريقة الفلودييشن فلو انا جيت ابص هنا دي ان وهي لسه دخلة بعد ما حصلها عملية تفريق جوه فدتني خيوط الجرافين بالمنظر ده ده الشكل المجمع ليها وده الشكل بعد التجبيه يعني انا حبيت تعرفوا بس الطريقة للعلم وازاي ان احنا لو كبرناها ولكن طبعا يهمني الابليكيشن شو بقى الابليكيشن بتاع الجرافين والرديوز دي جرافين عاملة ازاي سواء فيه الانرجي كومبيرجن بس تخدمه فيه صناعة الفيور سيل خلال وقود في السولار سيل تمام في الانرجي ستورج في تخزين الطاقة في صناعة السينسورز اللي هي المجسات او المحسات اللي بيجسوا بيها او يحسوا بيها زي مين زي يقولك انا عايز مثلا سينسور للجرس بتاعي بتاع البيت بحيث ان انا سينسور رؤية عايز لما يجي حد يقف قدام البيت اشوفه قبل ما يرننا الجرس دي المجسات او قرون الاستشعار في صناعة الالكترونات في صناعة المواد الفوناتكس صوتيات في صناعة الكمبوزت او التوليفات او المتراقبات بيستخدمه في الانفيرومنت في البيئة سواء معالجة المية الووتر فلتريشن او في الفوتوكاتاليست بيستخدمه في البيوميديكال زي الدراج ديليفري وزي البيو سينسور دي كمية الابليكيشن بتاع صاحبنا احنا بقى هنوصفها ازاي كل واحد فينا يوظف على حسب تخصصه انا بتاع صيدلة اشوف الحتة بتاعة البيوميديكال انا بتاع كيميا حيومي تمام انا بتاع علوم اخش في حتة الكيميا انا بتاع فيزيا اخش في حتة الضيوضات والشبكات والسولار سيل والانيرجي ستورج انا بتاع كذا كل واحد فينا يوظف الابليكيشن بتاعته اللي عايزه في ايه طيب هنحضره ازاي زي ما انا قلت طريقة التحضير بتاعته اللي هي مبروف دهامر في وجود نشارة الخشب بتاعتنا بس فيه طريقة لمعالجة نشارة الخشب عشان الناس بس ما تبدعش غلط فيه طريقة لمعالجة نشارة الخشب الاول نحولها الجرافيت الكاربون تمام عشان ما نحتاجش لاننا نجيب شوية جرافيت او عمود جرافيت ونبتدي اننا نكسره لو متاح عندكم الجرافيت والجرافيت رخيص عندكم مفيش مشكلة تقدر تشتغل على الجرافيت الكميرشل اللي موجود في السوق على طول تمام انا طبعا علشان هنا يعني ما كانش متاح قدامي فبدأت ادور على طريقة صناعية من البيئة فدورت على نشارة الخشب تمام حتى عنده اي سؤال في المحاضرة تمام دكتور اذا بتعطينا رابطك على البيوميديكال استخداماته او مشيش شغل مرجع بكون تير منونيك حاضر هشوف هشوف في المحاضرات حاضر حاجة في البيوميديكال وهحاول ان انا سبق بشرحه انا بس مشي بسيستم مشينا الاول تطبيق فيزياء ووعدين تطبيق مية النهاردة مثلا تطبيق ووتر بروف ماتيريال ماشيين في كل التطبيقات تمام وكل التطبيق بناخد عليه حاجة تمثله فيهم تقصدي بس فحاول لو في خطب البيوميديكال ايه الكنسر الكنسر طب تمام حاضر هبتدي ان انا اسرح في الموضوع ده ان انا اشوف المقادرات اللي بعدك احاضر تمام اشوفكو على خير ان شاء الله الاربع الجاي بازن الله ان شاء الله شوفكو على خير ان شاء الله سلام عليكم الله يزاك الخير شكرا سلام عليكم شكرا